المنصة الإلكترونية المبادرات التي قدمتها المعلم جاءت بدعم لا متناهي من وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين والتي مكنتها من تطبيق جملة من المبادرات والمشاريع التعليمية المتقدمة داخل فصلها الدراسي مبادرة المنصة الإلكترونية ملهمون لعالم شامل مبادرة مبتكرة ورائدة في مجال التربية الخاصة طرحتها كوثر حمزة وتنافست بها على مستوى العالم أهلتها للحصول على المركز السابع في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم قدمت العديد من المبادرات والمشاريع خلال رحلتي بجائزة محمد بن زايد تقريبا قدمت ما يزيد عن 15 مشروع أو مبادرة أبرزها طبعا كان مبادرة ملهمون لعالم شامل هذه المنصة الإنسانية التي توفر كل ما يحتاج إلى ذوي الاحتياجات الخاصة بدعم سخيم من جائزة محمد بن زايد واستطعنا أن ننشرها إلى ونصدرها إلى دول عالمية ودول مختلفة وانتشرت بشكل كبير وكان لا سيما حتى في مرحلة التصويت انتشرت كذلك أكثر وأكثر فكان العائد أيضا حتى المرحلة التصويت كبير على المنصة وفي ظل الدعم الملكي السامي للقطاع التعليمي وفي ظل الحرص الشديد على الاستمرار في تطوير البرامج والمبادرات من قبل وزارة التربية والتعليم جاءت هذه المبادرة لترفع من خلالها عالم مملكة البحرين في المحافل الدولية تمكنت من الفوز بالمركز السابع في هذه الجائزة بفضل دعم الجميع دعم مملكة البحرين قيادة وشعبا لا سيما وزارة التربية والتعليم نحن محظوظون بهذه الوزارة نحن كمعلمين فهي تقدم لنا كل الدعم الذي نحتاج إليه لا سيما من البداية منذ بداية التجشين المسابقة كانت تحفزنا للمشاركة في هذه المسابقة وفي غيرها من المسابقات التي تظهر إبداعات المعلمين البحرين مبادرة فريدة من نوعها حصدت من خلالها المركز السابع لأفضل معلم على مستوى العالم من خلال منصة رقمية شاملة تقدم معلومات تثقيفية تخدم من خلالها الأطفال من دوي العزيمة تطرح فيها المعلومة المفيدة بأسلوب ممتع شيط وجذاب خلالي جرينيس بمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر